إذن مشاهدين احتجاجات داخلية تقترب من تتشين شهرها الخامس ووضع اقتصادي مأزوم زد على ذلك أيضا سياسة خارجية غير مرنة قيل إنها ناجمة عن سياسات النظام الخاطئة هذه السياسات الخاطئة وفق تصور الإصلاحيين تتصل بقضايا مصيرية ولسيما النووية ما أدى إلى استمرار العقوبات الغربية على إيران ورغط الإصلاحيون مسألة حل الاتفاق النووي بإفراج الأزمة الاقتصادية وقالوا إن تعليق الاتفاق سيراكم الضغوط الاقتصادية على حكومة رئيسي الإصلاحيون انتقدوا اصطفاف إيران مع روسيا في حربها مع أوكرانيا ورأوا أن موسكو كانت تبحث عن شريك للجريمة وجعلت طهران شريكا لها وقالوا إن جنوح السياسة الخارجية نحو الصين بدل الغرب قرار خاطئ ذلك أن بكين نفسها تعتمد على الغرب وسوقه الكبير في نموها وتطورها ومن الأمثلة على الأخطاء السياسية الخارجية لإيران والتي ركز عليها الإصلاحيون هي الاعتماد على نظرية الشتاء الأوروبية القاسي لكونها أطأت الطريق إلى القرار النهائي في محادثات فيينا ويرى الإصلاحيون أيضا أن الحكومة كانت تريد الحصول على تنازلات في فيينا لترى لاحقا أن التنازلات لم تتم وضاعت فرصة إعادة إحياء الاتفاق أما من وجهة نظر المحافظين فكلما استعدت الحكومة الإيرانية لتوقيعها على الاتفاق النووي توقف الغرب وتراجع مشيرين إلى أن إيران لا تزال متمسكة بالتزاماتها وقالوا إنه في حال رفع الغرب العقوبات ستبقى إيران بالتزاماتها وإلا فإنها ستطور أنشطتها النووية بسرعة لتوسيع برنامجها النووي الذي وصفوه بأنه سلمي المحافظون هنا فتحوا النار على الإصلاحيين بحجة أنهم يرهنون على الضغط الغربي لتقدم إيران تنازلات للغرب في الاتفاق النووي والبرنامج النووي وحتى البرنامج أيضا العسكري وشجع المحافظون حكومتهم على مواصلة العمل من دون اتفاق نووي معتبرين أن الاتفاق يعمل على تقليص قدرات بلادهم النووية إلى الصفر ورأوا أن استمرار التفاوض مع الغرب لن يؤدي إلى نتيجة متهمين واشنطن وإسرائيل بعرقلة مسار الاتفاق النووية